ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها حيث وفقت اللجنة خلال اجتماعها على تقنين أوضاع 216 تكنيسة ومبنى تابع وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 تكنيسة ومبنى تابع